امتحانات نصف السنة وقتنا نعرف انو اكو عطلة للطالب و هاي عطلة للطالب اذا عنده تراكمات عند Eles temakiieran allotbacks عنده ايشيات ما ايضا مبدون بطاقع يبدي يحاول يعالج وضعه يراجح tule المادة ثم يطلب الامتحانات الوزارية والذكي يكون اليس bistar فريطانة الطالب ين rises اها و وجده خراغات فالضغط يكون اقل اما بالامتحانات الحالية اليوم اليوم الطالب بيطال اياه طبا بالامتحانات نصف السنة هو ما عنده اطلقه بامتحانات نصف السنة حتى يجهز نفسه الامتحانات فهو عنده تراكم عنده النقصات عنده اشياء ما نضبطها مو بسيط هو ده يمتحن بنص المادة تقريبا لا ومو بسيط ان هو يعني ضيق الوقت اللي دي يصر عنده لان تقريبا تقريبا اكو مواد يومية امتحان اكو يعني اكو بعض المواد عندك فراغ بيها وفو كل هذا الشي ونهيك عن كل هذا الشي انه بعض المدرسين والاساتذة اللي عندهم نقص يجيبون اسئلة اثرائية ما ممكن تجي بالامتحان الوزاري كل هذا يسبب الضغط للطالب فهاي اصعب فترة ممكن يمر بها الطالب واخلي هاي الجملة بالبصمة انه امتحان نصف السنة مو منقاس خلوها ببالكم فهاي الفترة هي اصعب فترة انت ممكن تمر بها بالسادس انت او انتي تمام تمام فاللي اريد او استطلاب انه هذا كمية هذا الضغط اللي دا تمر بها ممكن يدخلي الطالب يضعف يحس بالضعف يعني ممكن يحاول او يريد يستسلم او 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 انه يحس انه مو قد هذا الضغط لا لا يكلف الله نفسه الا وسعى هذا واحد اثنيا مو بس انت اللي دا تمتح النصف السنة اكو الاف مؤلفة مئات الالاف قاعد يمتحنون وياك كم الف طالب سادس اكو تثمية اربعمية خمسمية الف طالب سادس دا يمتحن نصف سنة ودا يمر بالضغط اللي قاعدة تمره طبعا امتحان نصف سنة ما بس على طالب السادس الصعب ولا على اي طالب حتى على طالب الجامعة بسبب الضغط بسبب ضيق الوقت والمادة اللي داخله هاي المادة الضخمة فانت من تحاول من انت تيجيك الافكار السلبية لا تذكر واحد لا يكون في الله نفسه إلا وساعة اثنين مو بس واحدة قاعدة تمر بهذه الفترة الاف دا يمرون بهذه الفترة حالك من حالة ثلاثة انت مو اول ولا اخر طالب ممكن يمر بهذه الفترة انتبه لهذا الكلام فلازم تتعب لازم تصبر نفسك لازم تتحمل للنهاية كلها فترة وتعدي الله وكلكم شدة وتنقضي شدة وتنقضي يفرح بيها الطالب اللي حيسوي اللي علي بهذه الفترة انت كطالب سغل عليك وطب الامتحان جاوبت اخير على خير مجاوبت عادي مو نهاية العالم هذا مجرد امتحان تمهيدي الاهم الوزاري تمام ولا تنسى انه اكواس سيلة اثرائية اكواس سيلة خارجية ما ممكن تيجي فانت قاعد هذي الشي يعني وهم لا تنسى انه ها صدق يعني قلت لكم ان الوزاري يكون اهون بالوزاري على اقل الاسئلة تكون منهجية اسئلة منهجية ووزارية تيجي ما مثل الامتحانات نصف السنة هذا ايضا يلعب دور كل الشي بير بنفسه للطالب يعني اذا الطالب يطلب للمتحان خايف المدرس مالته المدرس مالته متوعد لهم او مخوفهم على اقل بالوزاري تروح هناك اسئلة منهجية فطلاب هاي الفترة صعبة اللي اريدون منك تتحمل بيها تستمر بيها اللي انا الله وكلكم انا مرت بيها وغير وغير يمر بيها كلش تعبنا وكلش كلش صار عندنا ارهاق وتعب وضغط نفسي وافكار سلبية لكن فترة وتعدت هاي صار نحنش قدم خلصين انت اهم تتمر باللي احنا كنا نمر بيه فاحنا مو احسن منك كنا نتحمل حتى انت ما تتحمل انت احسن منه تتحملو النص انت واعي وتعرف مصلحتك وين اريد اشت حيلك فتروا تنقضي سوي اللي عليك توقع رب العالمين وهي امتحانات مامكاس انت المهم الغاية من امتحانات نصف سنة طلاب انك تراجح حل المادة تراجح حل المادة حتى تثبت المعلومة عندك اكثر والطب للمتحان غلطة تتعلم من غلطك ولازم تعرف انه الاسئلة المنهجية هاي اذا انت ما جاوبتها يعني انت اكو خلل معين ترجع تصلحه اما اذا اكو وسيلة خارجية يجي من المدرس فالذنب مذنبك شدوا حيلكم عيني والله يوفقكم